قتال وحشي معارك دامية تستعد لها القوات الأوكرانية ولا ضيرة في ذلك مدام أن الثمن هو استعادة خرسون وهي ما تحلم به كيف ويشرل بالها حاليا كما يقال هناك ضراوة المعارك المرتقبة في الجنوب لم تقل عن جحيم معارك دومباس وفق وصف الرئيس زلنسكي لسيما وأن الجيش الروسي يستخدم المدفعية والصواريخ على نحو مكفف وعشوائي يمينا ويسارا وفق ما يقول الجنود الأوكرانيون خط الجبع المتوقع مع خرسون على طول عملية الاستعادة يمتد لأكثر من 150 كم تمثل التضاريس الوعرة والغابات جزءا كبيرا منها في حين أن الجزء الأكبر من القتال خلال الأشهر الماضية جرى في مناطق دومباس حيث نفذت كيف بأسلحة غربية متطورة سلسلة من العمليات في حدود خرسون وبالفعل استعدت السيطرة على عدد من القرى وبفضل أسلحة هيمارس وصواريخ ستينجر إضافة للمعلومات الاستخبارية التي تقدمها استخبارات الدول الغربية لكييف تساعد بالفعل على التقدم الأوكراني نحو خرسون وفق وولستريت جرنال أوكرانيا التي أغضبها إعلان موسكو إجراء استفتاء لضم خرسون منتصف سبتمبر القادم تعمل على تدريب ألوية جديدة من شأنها تعزيز القوات الحالية وتوفير القوى البشرية للهجوم في خرسون التي توازي مساحتها مساحة بلجيكا وتتمتع خرسون بأهمية استراتيجية ضخمة من الناحية السياسية لأنها العاصمة الإقليمية الوحيدة لأوكرانيا التي تستولي عليها روسيا وعسكريا لأنه إذا عزز الروس سيطرتهم هناك فسيستخدمونها بالتأكيد لمحاولة المضي قدما نحو أدسا للاستيلاء على كامل الساحل الأوكراني وهو ما لا تسمح به كييف وفق وزير دفاعها ترجمة نانسي قنقر